كشف المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولين هوية أحد الانتحاريين الذين هاجموا مصرح باتاكلان مشيرا إلى أنه مواطن فرنسي يدعى عمر إسماعيل مصطفى ويبلغ من العمر 29 عاما وأوضح أن أصبع مقطوع وجدها المحققون في مصرح الهجمات ساهمت في كشف هوية أحد الانتحاريين وأضف أن عمر كان معروفا من قبل الأجهزة الأمنية حيث لديه أكثر من ثمان مخالفات وانتهاكات للقانون العام غير أن أي منها لم يفضي إلى سجنه بالإضافة إلى تدول اسمه لدى الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية منذ العام 2010 حيث نظمت باسمه ملفا لسيما بعد ميله نحو التشدد والتطرف